اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتقرير لجنة الخدمات حول تعديل قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاسكان وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات بقانون وإحالتهم إلى الحكومة بخصوص سكن العمالة في الأحياء السكنية حقيقة كان رد وزير العمل في بعض الاحصائيات والمعلومات التي تفيدنا اليوم بخصوص سكن العمالة اليوم هو شرح لنا أن هناك فئتين من العمالة وفئتين من أنواع سكن العمالة السكن المرخص والسكن الغير مرخص لذلك اليوم نحن نشوف أن حتى أصحاب البيوت والفرجان التي متواجدة فيها سكن العمالة ممكن أنهم يتقدمون إلى وزارة العمل لتصحيح هذه البيوت السكنية جهنا سؤال سعادة وزير البلديات بخصوص الأعمال البلدية في الدائرة الساسة بمحافظة العاصمة جاءنا الجواب الأمان الجواب كافي ووافي وطبعا نحن نطلع لتطوير العمل البلدي وتم التطرق بشأن سوق جيد حفظ الشعبي وطريقة إدارة المرحلة الجديدة لإدارة سوق جيد حفظ الشعبي إضافة المادة الجديدة في قانون التأمنات الاجتماعية هو أعطت مزيد من الصلاحيات وبسط النفوذ لسلطة تشريعية على المال العام وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة على المجلس بعد تدقيقه من المدقق الخارجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر